بالتأكيد هذا يعاد من المشاريع الستراتيجية لمنفذ جديد للصادرات النفطية العراقية كما تعلم أن خطط الوزارة كانت أنه فتح عدة منافذ منها عن طريق سوريا لكن الأوضاع الأمنية في سوريا أوقف هذا المشروع هناك أيضا كان مشروع آخر بالإضافة إلى الخط نبيب العراقي التركي الآن هناك مشاكل أيضا لاستخدام هذا الأنبوب بشكل غير قانوني وبالتالي هناك حوار ليس لنا إلا أن هذا المنفذ التي تتوفر به المواصفات القانونية الاستقرار نوعا ما وبالتأكيد أن وزارة النفط هي جهة تنفيذية فنية تطرح مشروعاتها على الحكومة الحكومة عندما تصادق على هكذا مشاريع يتحيلها إلى مجلس النواب ويتم المصادق عليه فبالتالي أن وزارة النفط هي قرارها هو قرار ليس فردي وإنما هو يخدم المصلحة العامة تضع الستراتيجيات والمصادق عليه يكون من قبل الجهات المعنية هذا المشروع هو مشروع ليس جديد طرح منذ الثمانينات وعندما وجدنا الحاجة إلى إنشاء منفذ بعد أن كانت هناك أزوات في الخليج وفي مضيق هرمز تم طرح هذا الموضوع منذ عام 2011 وبعد ذلك 2013 يعني جميع الحكومات كانت موافقة على تنفيذ هذا المشروع وبالتأكيد أن الأسئلة كانت الجدول الاقتصادية يعني حول هذا المشروع هل العراق بحاجة إلى منفذ؟ بالتأكيد العراق بحاجة إلى منفذ يعني لاستخدام هذا المنفذ لصادرات النفطية العراقية نحن المهم في هذا المشروع هذا المشروع على مقطعين المقطع الأول يبدأ من البصرة إلى حديثه هذا يخلق مرونة في نقل النفط الخام العراقي أولا لتلبية الحاجة الداخلية للمصافي للاستخدامات الأخرى وأيضا لمحطات الطاقة الكهربائية المقطع الآخر يبدأ من حديثه إلى العقبة وبالتالي هذا رح يأمن تقريبا صادرات بحدود 200 ألف برميل للعراق وطاقة الأنبوب مليون برميل وبالتالي هذا رح يأمن أن هذه الكميات لصادرات النفطية العراقية ويبقى الخيار العراق أنه هل يزيد صادرات حسب الحاجة أو غير ذلك هذا المشروع ليس بالجديد بحسب ما تفضلت به لماذا أثيرت هذه الشائعات وهذا اللغط حولها؟ للأسف المشكلة دائما تحاول وزارة النفط أن تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية والأزمات نرى حكومة توافق عليها يطلع من الحكومة يهاجم هذا المشروع أو غير ذلك يجب أن نضع المصلح الوطنية فوق كل اعتبار نحن دائما الوزارة تسعى إلى تخطيط لمشاريع استراتيجية أولا تعزز من التنمية الاقتصادية وأيضا تعزز العلاقات مع الدول للجوار حتى الأمن استقرار أكثر وبالتالي نفاجأ أنه دائما أي مشروع تطرحة وزارة النفط نرى هناك للأسف التصدي لهذا المشروع نحن نحترم كل الآراء الفنية الوطنية النابعة من معرفة لهكذا مشاريع أما للأسف يعني أنه في بعض الأحيان هناك طروحات هي غير منطقية الوزارة لم تبرم هذا العقد لم تحيل هذا العقد وإنما كلها كانت مساعي من وزارة النفط لاستقطاب عروض من أجل إنشاء هكذا مشروع طيب يعني أفهم من كلامك سيد عاصم أن الوزارة الآن هي بمرحلة استقطاب العروض للتنفيذ هذا المشروع كم نحتاج من الوقت للتنفيذ هذا المشروع من المكون قد لا يشهد التنفيذ في ظل هذه الحكومة ربما على الحكومات القادمة نعم هذا صحيح أولا كانت الفكرة هو مشروع استثماري يكون يعني تقوم شركة أو عدة شركات أو اتلاف من الشركات تقوم بإنشاء هذا الأنبوب على نفقتها وبالتالي يتم الاتفاق على استقطاع يعني هذه النفقات الاستثمارية بعد تشغيل الأنبوب لسنوات حسب الاتفاق وجدنا أن الكلف كبيرة يعني تكلف العراق مبالغ كبيرة رغم أنه لن يدفع العراق من الموازنة يعني وإنما من تشغيل الأنبوب سيتم التزديد الفكرة الآن أنه الفكرة نكون بتمويل عراقي من الحكومة العراقية لتنفيذ هذا المشروع الكلف لا تزيد على ثمانية ونصف مليار تقريبا وهذا كما ذكرت هو الأولوي عندك لخلق مرونة للنفط العراقي داخليا وبعد ذلك تفكر بتصدير هذا النفط حسب الحاجة نعم طيب يعني هذا المشروع رحل إلى الحكومة المقبلة يعني لعدم تحمل الحكومة الحالية بتكاليفه يعني بموازنة تشغيلية المتوافرة يعني تحتاج إلى عقد موازنة أما السبب لا هو أولا إحنا هذا النقل المشروع من الاستثمار إلى التومي ليتطلب أيضا وضع دراسات واقعية منطقية يعني نضعها وعندما نصل إلى حالة من القناعة نطرحها إلى مجلس الوزراء الآن هي حكومة تصريب العمال هذه الدراسات قد تستغرق إلى نهاية هذا العام من أجل بلورة صيغة تعاقدية مثالية تخدم الصالح العام وبالتالي لا أعتقد أن هذه الحكومة تستمر إلى نهاية هذا العام وبالتالي يتم ترحيلها تلقائيا إلى الحكومة القادمة يجري دراستها يجري مناقشتها مع الجهات المعنية مع البرلمان وإذا وجدنا أن هناك مصلحة وطنية تقتضي المضيف في هذا المشروع فبالتأكيد نحن نوضي في هذا المشروع سيد عاصم سيد وزير النفط تحدث صراحة أن للعراق ربما بعض المشاكل مع الدول التي فيها منافذ تصديرية للعراق وبالتالي لماذا لا نحاول حل هذه المشاكل وبالتالي يتوفر لدينا خيارات أوساء بمنافذ التصدير بالتأكيد نحن نسعى إلى ذلك الجزء من التقارب مع الدول الجوار هو المشاريع الاقتصادية المشاريع طويلة الأمد هذا المشروع يعني هذا يمتد إلى سنوات يستفاد من عند العراق وتستفاد من عند الأردن وقد يمتد إلى مصر أو غير ذلك يعني هذه المشاريع اليوم اليوم أنت أدك لازم تفكر بشكل بيزنس أدك حتى الآن تضمن إرادات عالية حتى تخلق مرونة عالية لصادرات النفطية وغير ذلك نحن أمام خطط لتوسعة الانتاج الوطني لتوسعة الصادرات النفطية العراقية يجب أن العراق أيضا يحتاج إلى فتح منافذ يعني بالإضافة لا يمكن أسير يعني أن يبقى أسير المنفذ الجنوبي وبالتالي يعني هناك الحوارات مستمرة مع الدول الجوار كما ذكرت هذه المشاريع اللي طرحتها يعني مع الدول الجوار جميعها سعت إلى وزارة النفط لكن الوضع كان غير مثالي للاستثمار الوضع الأمني يعني أصاب المنطقة لهذه السنوات بالتالي أرقل كثير من المشاريع استراتيجية في هذا الإطار طيب يعني في ظل الأحداث التي تشهدها العالم أجمع من حروب وما غير ذلك هناك أزدياد على الطلب على النفط يعني إلى أي مدى العراق يستطيع اليوم أن يزيد من يعني يعني الإنتاج النفط وإلى أي مدى منظمة أوبيك لديها مرونة في هذا الموضوع اليوم نحن جزء من منظومة عالمية منظومة المنتجين يعني اللي يتمثل أوبيك وأوبيك بلاس وبالتالي يعني بعد السنوات من دائما التقاطعات نشوف بين الدول يعني حول موضوع التصدير والإنتاج وغير ذلك بعد يعني تعرض العالم يعني إلى أزمات اقتصادية متتالية وبعد الأزمة الاقتصادية الكبيرة وبعد ذلك الأزمة جائحة كورونا وما تسببت يعني بوجود ركود اقتصادي وجدت هذه الدول عليها أن تتضامن أن تتحد من أجل قرار موحد وبالتالي يعني هذا التوحد يعني بالقرار وبالرؤى من أجل معالجة وامتصاص الفائض النفطي الذي يعني تسبب به جائحة كورونا بالتالي أنه وجدوا أنه القرار الجماعي هو دائما يخدم هذه الدول وبالتالي تم يعني بعد هبوط الأسعار إلى دون العشرين دولار بفضل هذه القرارات بفضل الالتزام بالاتفاق النفطي بخفض الإنتاج اليوم نشوف أنه تجاوزنا المئة دولار وبالتالي أنه العراق جزء من هذه المنظومة المهم نرفع القيمة يعني صدرنا 3.250 بقيمة 11 مليار يعني أفضل مما نصدر 5 مليون برميل بقيمة أقل من ذلك